قصة الطبيب الذي أغرم بإحدى مريداته لدرجة احتفاظه بجثتها في شقته والعيش معها لسبعة سنوات كاملة يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في التخلي عن شخص ما وفراقه وهي الصفة التي يمتاز بها هذا الطبيب بأقصى مستوياتها في سنة 1931 وقع الطبيب كارل طانزلير في حب إحدى مريداته التي كان يتولى مهمة علاجها ضد مراد السل جعله هذا الحب يعقد العزم على الإبقاء على مريداته هذه حية مهما كلف الأمر وهو الأمر الذي أوفى به ومضى في تنفيذه حتى عندما عانى الأمر حرفيا إخراج جثتها من الضريح التي كانت ترقد به ثم عمد إلى تثبيتها بواسطة الشماعات أدوات تعليق معاطف والثياب والشمع والحرير كما ورد في تقريري فينتاج نيوز ولد طانزلير في سنة 1877 في ألمانيا ودرس أنماط الإحوال الجوية في النمسا في سنة 1910 حيث بقي يعيش إلى غاية انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد عودته إلى موطنه تزوج طانزلير ورزق بطفلين في سنة 1920 وهاجرت بعدها العائلة الصغيرة إلى مدينة زافر هيلزر في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية تخلى بعدها طانزلير عن عائلته الصغيرة بعد وقت وجيز من قبوله لمنصب عمل تقني التصوير بالأشعة في مدينة كايويست حيث عمل في مستشفى البحرية الأمريكية تحت اسم كونت كارل فون كورزيل وفي ذلك اليوم دخلت فيه شابة أمريكية من أصول كوبية تدعى مارينا إلينا ميلاغرو هويوس إلى ذلك المستشفى رأى هذا الطبيب حلما يتحقق أمام عينه ولدت مارينا إلينا ميلاغرو في مدينة كايويست في سنة 1909 لأب يمتهن صناعة السيجار الكوبي وأم ماكثة بالبيت وترارعت هذه الشابة بين أحضان عائلة كبيرة وكانت قد أحضرت إلى المستشفى في ذلك اليوم من طرف والدتها بعد أن كانت تشكو من مرض ما عندما كان مجرد فتاة صغير في ألمانيا كان تانزلر غالبا يحلم أحلام اليقظة يرى فيها شابة ذات شعر أسود قاتم وجمال لا يضاها التي كانت تمثل حب حياته الحقيقي الذي تخبئه له الأقدار وكانت الشابة هويوس ذات الـ 22 عاما تشبه الحلم طفولته ذلك إلى حد بعيد تشابه قريب جدا إلى درجة جعلته يقتنع على الفور بأن حبها كان مقدرا له أن يكون ويرى النور للأسف بالنسبة لكليهما لم تكن تنبؤات تانزلر صحيحة بالكامل حيث تم تشخيص هويوس بمرض السل الذي كان لا يزال يعتبر مرضا قاتلا وفتاكا آنذاك في أوائل القرن العشرين على الرغم من نقص التأهيل اللازم لعلاج مريض يعاني من مرض السل كان تانزلر عازما على إنقاذ هويوس واستعمل في ذلك مجموعة متنوعة من المقويات وبعض الأدوية المحضرة خصيصا في محاولة يائسة منه لإبقائها حية كان تانزلر يخضع هويوس لأنواع العلاجات المختلفة هذه في بيت عائلتها وكان في كل مرة يقدم فيها يحضر معه الهدايا ولم يستغرقه الأمر طويلا أن أعلن عن حبه لها على الرغم من مجهوداته الجبارة ومحاولاته اليائسة استسلمت هويوس لمرضها وتوفيت في شهر أكتوبر سنة 1931 تاركة كل من عائلتها وعشيقها المكلف برعايتها المهووس محطمي الأفئدة أصر تانزلر أن تسمح له العائلة باقتناح ضريح حجري باهظ الثمن في مقبرة كاي ويست من أجل دفن جثمان حبيبته الراحلة فيه وبعد استئذان والديها استأجر متعهد دفن الموتى بغاية تحذير جثتها قبل أن تقبر داخل ضريحها الفاخر لم تكن عائلة هويوس تعلم أن المفتاح الوحيد الخاص بالضريح سيبقى بحوزة تانزلر وهو الأمر الذي لن يتباطأ تانزلر في استغلاله مما سيفضي في النهاية إلى واحدة من أكثر القصص ترويعا في التاريخ كان تانزلر يزور قبر هويوس كل ليلة على مدى سنتين كاملتين وهي العادة التي توقف فجأة بعد أن كان قد فقد وظيفته لأسباب تبقى مجهولة إلى يومنا هذا بينما كانت عائلة هويوس تعتبر هذا التغير المفاجئ في سلوك أصبح عادة منذ سنتين تقريبا أمرا غريبا نوعا ما إلا أنهم لم يكونوا ليتخيلوا أبدا ما كان السبب الحقيقي وراء ذلك في شهر أفريل من سنة 1933 أخرج تانزلر جثة هويوس من الضريح الذي كانت ترقد به ما لم يتطلب منه زيارتها كل ليلة بعد ذلك مثلما تعود عليه في المقبرة حيث أصبح منزله هو مثواها الأخير لكنها توفيت منذ عامين ترك تانزلر مع مهمة المحافظة على جثة هويوس بأي طريقة وهو الأمر الذي فعله بالضبط مثلما تطلبته الحاجة داخل هيكل طائرة قديمة كان قد اشتراها وأعاد هيكلتها إلى مختبر طبي منزلي وهناك لجأ إلى عدد من حياله الشخصية في سبيل الإبقاء على جثة الشاب المتحللة سليمة بما في ذلك استخدام الجص وأعين زجاجية من أجل المحافظة على شكل الوجه سليما بالإضافة إلى استخدام شماعات الملابس وبعض الأسلاك من أجل تثبيت هيكلها العظمي عمد كذلك إلى حشو صدرها بحشوات من القماش في محاولة للمحافظة على شكله وهيئته الأصلية وقام بتغطية فروة رأسها ببعض من الشعر الحقيقي وأضف طانجلر كذلك الكثير من العطور والظهور والمطهرات وبعض المواد الحافظة من أجل الإبقاء على رائحة التعفن في أدنى مستوياتها وكان يطبق الشعر الذي يستعمله متعهد دفن الموتى على وجه الجثة بشكل روتيني من أجل الإبقاء عليها حية ألبس طانجلر جثة هويو ثيابا وقفازين ومجوهرات ووضعها على فراشه الخاص الذي تشاركه معها للسنوات السبع التي تلذ ذلك انتشرت بعض الأقاويل في البلدة حول هذا الرجل المتوحد الذي يشاهد غالبا يتبضع ويقتني ملابس نسائية وعطور وفي واقع الكثير من العطور وفوق هذا شاع أن صبي كان قد رأاه يرقص مع ما بدى له وكأنه دمية كبيرة ومنه بدأت على إثرها عائلة هويوز تشك في كون أمر غريب يحدث معه بعد أن زارت شقيقة هويوز منزل الطبيب سنة 1940 بدأ الغموض ينجلي عن القصة حيث هناك عثرت على ما كانت تعتقد أنه تمثال كبير لشقيقتها الراحلة اتصلت بالسلطات على الفور الذين فور وصولهم أدركوا أن هذه الدمية العملاقة لم تكن في الواقع سوى جثة الشابة هويوز نفسها واعتقلوا بعدها طانزلر على الفور بتهمة سرقة القبور أظهرت عملية تشريح الجثة التي أجريت على هويوز التعقيدات التي تخللت عمل طانزلر عليها هذه الأعمال التي تضمنت إقحام أنبوب ورقي بين ساقيها مشكلا من خلاله مهبلا مصطنعا على الرغم من كون طانزلر لم يعترف أبدا بقيامه بممارسة الجنس على الجثة أو ما يسمى بجماع الأموات أظهرت تقييم النفسي الذي خضع له طانزلر أن هذا الأخير كان مؤهلا للخضوع لمحاكمة عادية على الرغم من كون التقارير تبرز أن خطته الأسماء كانت تتضمن جعل هويوز تطير عاليا إلى طبقة استراتوسفير حيث ستعمل الإشعاعات الصادرة من الفضاء الخارجي على الولوج داخل أنسجتها ومنه إعادة بعض الحياة في هيئتها المخدرة مؤقتا على الرغم من كل شيء كان قانون التقادم المسقط وهو قانون تصدره الهيئات التشريعية لتحديد أقصى مدة للبث في متابعة قضائية بعد وقوع حادثة أو جريمة حيث يمنع المتابعة القضائية ضد أي كان بسبب تهمة جريمة وقعت منذ مداث الماضي يحددها القانون العام وإن حدث ورفعت دعوة قضائية فهي قابلة للطعن مما أفضل إخلاء سبيله وضعت جثة هويوز للعرض في إحدى دور الجنائز لفترة من الزمن جاء فيها لزيارتها ما يزيد عن سبعة آلاف شخص قبل أن يعاد دفنها هذه المرة في قبر غير معلم في مقبرة كايويست المحلية للأبد تعاطف الكثيرون مع كارل طونزلير في الواقع بعد أن ذاع سيته خلال المحاكمة التي خضع لها حيث أن البعض كان يرا فيه شخصا رومانسيا يائسا انتقل ليعيش حياة وحيدة للغاية توفي بعدها في بيته في سنة 1952 حيث لم يتم اكتشاف وفاته إلا بعد ثلاثة أسابيع على الأغلب بسبب انبعاث روائح التعفن مصدر هذه القصة هو موقع The Vintage News إلى هنا أحبائي إلى أن نلتقي في فيديو آخر دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر